السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة يوميات أمري يومة كنتمنى تشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك وتبرتجي القناة باش توصلكم الإفادة بإذن الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم نبدأوا في الوصفة دينا بلا منطول عليكم تمنى ان الفيديوهات ديالي ما يكونوش طوال بزاف حيث احنا كنملو طبعا إنسان كيمل سبحان الله العظم اليوم أجبتكم وصفة أي واحد محروق ولم جروح قاع كان جرحوا في المطبخ قاع كان يعني كتقيسنا شي عاجل سخونا كتحرقنا الله يحفظنا ويحفظكم هاد شي جاري به العمل كيتحرقوا لنا مثلا وليداتنا كيقيس البرات سخون كتنبلوا يدو هاد شي كين عدنا والله يحفظنا وحفظكم وهذا الوصفة جبتها على هاد الموضوع عن تجريبة اي واحد بحال الله العادي متحرق ما علي غير بالعسل التجرح ما علي غير بالعسل العسل يكون طبيعي العسل طبيعي كيتحرق الواحد ما يكيش المه ياخد العسل الحر العسل الحر ياخده يحطه على البلاسة المحروقة ويدهن يدهنها ويغطيها بالبلاستيك الغيدائي بلاستيك الغيدائي حيث الوليدات من كيتحرقوها ما كيصبروش كيبقوا يغوتوا وصداعوا وما يسكوتش ولكن كيتحط عليه العسل دقائق تبرد عليها عن تجريبة دقائق جرتها في وليداتي دقائق بردات عليهم من قشقة يحسوا بها راها فعالة لا الجرح ولا تحرقو لكم ولا تجرحو لكم الوليدات ولا تجرحش لواحد كبير ما عليك غير بالعسل العسل يكون طبيعي وطبعا كيكون في ناس ما كيتوفرش عدهم ولكن الإنسان وخاتكم تدعوها الكيمية قليلة يخبيها يخبيها غير على هاد المشاكل اللي كتوقع والله يرزقنا ورزقكم من واسع فضله والله يحفظنا وحفظكم وانتمنى تنفعوا بهذا الفيديو وتنفعوا بهالغير وربي جزي كل واحد اتمنى تشتركوا في قناتي تدعمونا شكرا وانتقوا في فيديو قادم إن شاء الله